زوني ميكس نحكي ورياضة على اكس بريس اف ام رجعنا من جديد في زوني ميكس نمشي ومباشرة على القيراوين بعد نهاية مقابلة الجي اسكا واتحاد بنجردين شبهت تلاعب جديدة بنتائج في بطولتنا تفاصيل كل باش ناخذوها من عند زميننا عبد مجيد جبيلي خاصة انه وفهم احدى شركات الرياضية الخاصة اوقفت نتيجة المقابلات المقابلة هذين مجيد شنين الحكاية مرحبا بك سلام تحيليك كل سادة مساعدين تعرف انتيجة وفات في نهاية الامر ثلاثة مقابلة واحد انتصار تحاد بنجردين على الشبيبة الحقيقة انا بهت الحقيقة بكل صدق في حال التجربة كثيرة في الاول مرة نشوف نتصدم باللاحداث وبالحديث في الكواليد في الحجرات الملابس معايا في فاضل الشهر رئيس لجنة كورت القدب بالشبيبة القانونية الفاضل مرحبا بك انتي تضيق الداعش تنين الحكاية دي الحكاية ولاية مصباحة من الدولة الحكاية دي مصباحة يعني واحد انا والله الا انعرف حتى كيفاش هالبلانات دي ولوها جيتني من برشة كاليفونات بالشمال الى الجنوب بتتطور انتي تنسكالك وتلقى عند الناس لناه وموجودة لي يقول لك اثقار فراك فلا ومثلت واحد لاعبينها لو عالم لاعبين ولا منعشكون ولا تو مواطن عادي رفيعين وما همكيش فيه ولو هو لا يتسمى يعني قمار فهمتناك انا كتجي يعني الناس تتهم يعني اللاعبية اتشاي احنا مشوش مخصوص مشوش مخصوص ناخذ بجراءة اللازم نشوف ويعني عملي مخصوص انا كتبت عليه تو هما ما هي مجرد شبهة تو يتحمل مسؤوليت واذا هي صمعة الجماعية ما نعبوش يعني صمعة الجماعية ما تتلعبش بالله يومن هذا المنبر نحب نواجه نداد تدخل المورادية الشركات هذية تو اعلم وهمية والا قانونية احنا تو الواحد يصرف يا رسول الله وميجري في الجري وكذا باش يحضر الوتير باش يحضر يعني حفظ المنعبي وكذا ودهين بعد يعني النتيجة هي المداولة وانه بره وهمية سيدي المرضى حسن النية هو موجود لكن البعض كتوف يتشوف الواقع عندي تلقاها يعني ثلاثة واحد صدقني سي يعني حقي حير كان رياضة كيما حكا وكذا ري مشيت صدقني معاش معاش يعني معاش ناجم تقدم معاش ناجم تصرف معاش ناجم تقوم يعني يجيك ناس كيما عادت تعمل كل كان الثدث ثلاثة واحد تخرج هي نتيجة بيها ثلاثة واحد طعام الدنيا السلام يعني تماشكورة نحن نصحبه كأهو معنا حتى خيار اخر وذي ظال يوم في الجمعيات الاخرى عما نتكلم على جمعيتي على أقل الشافيبة من قومة من الصباح وناس تكلم فيها من بعيد يارا ولاعبين هاتكور ثلاثة واحد ولا لنفهم فيها يعني نجيد حتى الفلانات هذي وعمري حتى منظرها أنا عارف فما كي تسمع كيما حكاية ويعني الشبهات هذي والأقاويل والعمار هذي وتلقاهم بعد حقيقة وناس ويحير احنا ما نشربنا اش عمل فيها الرياضة مثلا ايضا على الرياضة كما كي على دنيا السلام وانا ندعو مرار شباب ورياضة وفي ودي الشريك باش يعملوا تحقيق باش يعملوا باش يعملوا كل ما في واسعهم باش الشركات كانت انه تشع على الكاميرا عنا وادي وناخدو منها يتوى ملاعبية ما عادش يعني يحفظ وعش كده يلعب ورحفظ لناس يربح اش حاش لهو بانتريه اش حاش كنفوص فامتني ولا شي شي حشم شي حشم ان شاء الله في وديع وغير في برياضة يشوفونا حل في المرادية هال اللعب الحناميات ولا نعرفهم لشركات وهمية وشركات منتصبة قانونية صدقني فامتني اما علاقة هم علم صوت القرار هم باش ينظفوا هالأمور هذه لما كانش رايش ضر بالرياضة التمسية ومعاتش حتى مسؤول نخدم نخدم ونلقى نتيجة هذه نتيجة كان جاهزة في الميدان واحد تقبلها بكل روح رياهية لما كان الأمور الأخلاقية تدخل ضر بالرياضة ما على الدنيا السلام والواحد ينسى حقوة كهو لا تدخل الأمور الوسخ كما حكاية مجيد مجيد حكاية مع ملعبيتو ولا لا أسألم ملعبيتو والحكاية ولا لا علمتم في الش ما بين الشوطين في جاء أول مرة يعرفوني يتعلم مجيد وشمع دي مكالم أول مرة يعني يخرج من التينت يعني فطولهم راه وفي طور ما تطلع ولا هكي الرمار ونتيجة كذيرا وشحل فقاة تحقيق وكان نجم تحقيق عدلي موش حط إليت عدلي خلينا كلو حتى حتى حم مسؤولية حتى حم مسؤولية وكهو ما سبعش يعني زارت في الرياضة وزارت في المسؤولية نخدم ونجيبه في الفلوس وكذيرا ومبعد تلقى حواليش كم وكيف في النرمال ما ما تقدمش الرياضة وكذا وما جم شدة لكون سيري وكذا على الأقل تم مبدأ شفافية أخويا كانوا أمهم قانونية على الأقل يبين روحوا شكونوا واسموا لقد مشوا سيري ولا نوم روحوا البعيد على كل البعض من جم شد زارت بالرياضة نصور في الجمعيات هذه أول مرة نسمع الأمور هذه أما تتقنن أخويا ولا تكون شفافية والوزارة والجامعة التونسية سيوالي يتحدث عليها في الأحض الرياضة ويجاء المرفيت أذرت بالرياضة وأذرت أحض المسؤولية نحن عشنا نقدم حد شي تخدم تخدم بعد تطلق الأمور هذه تترجع ما نجم نقدم ميز تنضعف تنضعف التونسية من الدخيل هذه الانيات والحقيات هذه بالحق شكرا لك سيري شكرا ما قالوك سيري الفاضل ملاعبية كيف ملاعبية كلمت ملاعبية يقول لك فاتيلي ثم ملاعبية يقول لا رأي الحكم يخرج ثلاثة واحد تصور أنت في بالك عنا ملاعبية وخلص المراق المباراة ويأخذي عليها الأقوار في العرب في العرب يأخذي على ملاعب من الملاعب قال السيد الحكم قال أشترع بوراية حط الحكم في بينه معناه والله ما نعرف لو الأهد على من الدعاء كما يقول فيها البين على من الدعاء ما ذا جوهر قال ربما يبرق يحط فيها في الحكم ولوحد الهنا احنا تبلغنا المعلومة بيها بشتعم فهما تحقيق بشتعم التحقيق سي الفاضل بشتير تحقيق في الموضوع أوشنو ما تعم بتحقيق يري في النعبية متاعنا أمور الشبيبة أمور أخرى قالوها للسيد المراقص مراقص المباراة في العرب قالوا له حط الجوهر روى قال لدي فهما أنا النزح الناس كلما أخويا رأي كان شبه وتولي يعني التهمة كل واحد يتحمل مسؤولية وكاو فهما ذلك مجرد شبهات وحسن النية مفترض لكن أخويا قديش حسن النية قديش كم السباح يقولوا لك ثلاثة واحد تشيرتك وتلقى اللعبة ومبع تلقى ثلاثة واحد قديش حسن النية كم السباح يقولوا لك ثلاثة واحد ومفوين حسن النية ذي ماذا لا أحد يفترض الحج يزم أحد عنده حجاج إثبات أنا قاضي ونعرف ماذا نتكلم وجمعة لفيت سبعة سبعة حسن النية واللي قبلها في رقط تخف بنالتيات كل جمعة فلابتة ثانية حسن النية كل حسن النية والله صدقني الأمور مش يباية كنادية تدخل هالحكايات هذه في الكرة التونسية على دم السلام بر بها ضرر كبير برشا ما سهول ماشي ناجي ميخدم يعني تخدم وتوفر دوره في الكل ومبع تلقى النتيجة هي يعني بالرمار نخرج في الصباح ومع الصباح تخرج والناس كل في بالها تصور يعني ناس كل في بالها فقر وين في الجمهورية في الجمهورية ناس تكلم فيك بالتليفون رايش تخرج طبعا دي جاي يحكو لي هو سكرها من عش قداش نصف من واحد عمل لأكد عمل بروكيس على النتيجة هذه يعني تكتروها على المرش هذه دعوة والله نجددها للسيد ودي الجاري والوزارة والإشراف باش تقنن هالأمور ذي وتخليها أمور شفافية وتنحين هالخورة ذي والدخيل ذي الشركات الثمانية وهم حاجة لازم ضرب بقوة على أيدي العابثين سويا من لعبية وإلا وإلا أندية وإلا ناس الكل لليد أي ويحد يثبت طوارته في الموضوع مخدمتنا في مدينة واللي مقصر يتحمل مسؤوليته وإن يقول لك إداريا تأذيبيا وعدليا واضح هاتك صح شكرا لك هذا الذي نحبه نتمنى نشوفه هاتك صح أيضا عبد مجيز جبيلي على كل التفاصيل المادية بها فاصل قصير بعد شوية بشي معنا سامي العروسي نحكي معاه على مقابلة الإسبرانس وتون جيت سينجل تبدأ بعد شوية في شكرا للمشاهدة للمشاهدة